بالنسبة لي الفريستايل افكت ممكن تفعيل الفريستايل كده ضغطنا في فريستايل لو ضغطنا في الرندر مش يصدر اي اختلاف لازم نضغط على رندر لان الفريستايل ما بيظهرش غير بعد الرندر فنجد بعد الرندر ان في خطوط باللون الاسمر وده يعطينا اللي هو التون شادر ممكن نقفل ده كده هنا في القيمة في قيمة رندر ما فيش اي اعدادات معداء ان ان ده اتنين بيكسل يعني لو زادنا ده خمسة ضغطنا رندر تاني افتولف ان السيكنس اصبح خمسة بيكسل لكن باقي الاعدادات موجودة عندنا في الفيولير هنلاقي هنا اعدادات الفريستايل متقسمة الى اكتر من قائمة اول قائمة هنرسم الخطوط دي فين هنرسم خطوط دات خلان نضغط فتولف عشان نشوف النتيجة هتترسم في الداخل نحزن طبعا ان كل الخطوط تترسمت بالداخل اكذا في الكنتور مكانش خطوط دي زارة كان فقط في الخارج اذا اول قائمة خاصة بان ما ازاي هتترسم هذه الخطوط والزاوية والعديد من الهديدات اه هنا الخطوط هتترسم فين بعدك طبعا في الكلر فممكن اختروا اليكن كالر باللون لون الاصفر ممكن طبعا العديد من المودفايرز انوايز وكذا الفريق هنا ساكنس 3 احترم المودفايرز خلان اضغط skill رأس وايضا خلان اضغط play او ff render عشان نشوف النتيجة دلنا الاصفر اضاع هنا و هنايه ساكنس ده باختصار الفيرس طايل ادمش مع التونه شادر بحيث في ان شاء الله يكون فيه فيديو مفصل عن الفيرستايل في قناة اليوتيوب بخلاف هذا درس واللي كيكون في الوصف